جريمتان في يوم واحد يذهب ضحيتهما عدد من الأبرياء في محافظة بابل شخص يقتل زوجته ثم يطلق النار على نفسه منتحراً في منطقة سريديب وآخر يقتل عائلته المكونة من خمسة أشخاص في قضاء المسيب واحد كاتل مرتة ومخابرة أمها وجهة أمها أخذتها واخذ رشاش النوب وسكت العائلة بالأكمل يعني هذا زعل بسيط وهي يصير يابد خليها ستزعل شين اللي يصير يوم يومين ثلاثة شهر والنسوان تزعل زيان وأكو أهل مثلاً ذاعتها خطأ ذاعتها كذا على كل حال يعني هاي القضية فاجعة كبرى في قضاء المسيب الخلاف الأسري الذي يتطور إلى إطلاق الرصاص أصبح ظاهرة يومية مخيفة تدل على مدى الأزمة المجتمعية التي خلفها الفقر والبطالة والجهل وفوق ذلك كله تفشي المخدرات لا أمن لا استقرار لا وظيفة لا شغل لا عمل يعني لا متنظريتش يعني احنا شمال بابل يعني من سيئة لا أسوأ يوم طائرات مسيرة وسرمي بالليل عشوائي أطفال نايمة جهال يعني راعبين العالم رعوب نقعد الصبح على فاجعة شخص كاتر خمسة أشخاص من عائلة وحدة التوعية المجتمعية دون معالجة جذور مشكلة العنف الأسري المسلح لا تفي بالغرض امرأة وبناتها وأولادها في لحظة ورمشة عين تذهب بسبب عدم درء الفتنة وعدم تدارك الأمر من المسؤول عن هذه الجرائم؟ يسأل عن ذلك من أمعن في تدمير البلاد وإذلال الشعب وتجويعه وتجهيله على مدى عقدين من الزمن ترجمة نانسي قنقر